السلام عليكم يا شباب قبل كل شي اضغط لايك لفيديو اذا ما كنتم اشترك في قناة اشترك في قناة وفعل الزر الجنس في فيديو سابق في القناة الثانية استعرضت لكم طريقة عرض شاشة الماك في الايباد ولكن في هذا فيديو بسوي لكم العكس كيف تعرض او كيف تشارك شاشة الايباد على الماك بطريقة جدا سهل وبشكل رسمي وبدون برامج خارجية طبعا هذه الطريقة الرسمية من شركة ابل فما يحتاج تحمل برامج خارجية حتى تشارك شاشة الايباد على الماك بوك فنروح للشر طبعا يا شباب قبل كل شي الفوائد والمميزات واشياء اخرى لمشاركة شاشة الايباد على الماك بوك طبعا كل هذا التفاصيل في الديسكيبشن في هذا الفيديو بس رحلك بس طريقة مشاركة شاشة الايباد على الماك بوك وباقي التفاصيل رح بتحصلها في الديسكيبشن اوكي اول شي تحتاج كابل حتى توصل الجهاز رح توصل الجهازين بالكابل بهذا الطريقة اول شي على الماك بعد ما توصل الكابل بالايباد الحين توصلها في الماك مثل ما تشوفون الحين توصلها على الماك بوك الحين تم التوصيل الجهازك اذا اعطاك كلمة الوثوق او سماح يضغط على سماح اذا اعطاك كلمة الوثوق هنا في الجهاز الايباد ايضا وثقه وثق الجهازين حتى يتعرفوا على بعض اوكي نحن كيف تشارك شاشة الايباد على الماك بعد ما توصل بالكابل افتح البحث هنا بتحصل قسم البحث هذا الفوق في الشريط المهام اضغط على قسم البحث اكتب هنا Q U I مثل ما تشوفون هذا هو البرنامج رح تظهر اول شي اوكي مثل ما تشوفون هذا Quick هذا Time اضغط عليها لاحظوا اضغط عليها بعد ما تضغط عليها او بيعطيك بهذا الشكل اوكي الحين اضغط على Cancel اروح لخيار Edit او File الناس ما تشوفون هني بتحصل لما تضغط على File بتحصل Nav يعني New Move Record يعني تسجيل شاشة اضغط عليها يعني تسجيل شاشة جديدة اضغط عليها بعد ما تضغط عليها رح يفتح لك الكاميرا بهذا الطريقة الحين كل ما عليك انك تضغط على هذا السهم الحين تختار ال iPad الخاص بك مثل ما تشوفون ال iPad الخاص بك اضغط عليها بعد ما تضغط عليها يعني رح يعطيك السماح يعني الوصول لمعلومات الجهاز اضغط على Hello أوكي مباشرة رح يعرض شاشة ال iPad على Mac بهذا الطريقة الناس ما تشوفون تم عرض شاشة Macbook ال iPad على Macbook الناس ما تشوفون إذا تتصفح هنا يتصفح ايضا في ال iPad وبس يا شباب تقدر هنا ترسم بالقلم مثلا رح تظهر في الجهاز الحين لو تقلب الشاشة بهذا الطريقة رح يقلب الجهاز أيضا على Macbook الناس ما تشوفون إذا تقلب بهذا الطريقة رح يقلب بهذا الصغير يغزغر ويكبر وبس يا شباب تفتح مثلا تطبيق مثلا صور أوكي رح تعرض هناك الصور ناس ما تشوفون تطبيق ملفاتي أوكي الناس ما تشوفون كل شي رح تظهر هنا أوكي يا شباب مثلا الفيديو هات تدخل على الفيديو هات تشوف الفيديو هات الشيء اللي تريده يعني تعرضت شاشة الماك بالكامل تقدر تصغر الشاشة بهذا الطريقة شوفوا تكبر أو تحط شاشة كاملة بهذا الطريقة مثلا لما تصغر بهذا الطريقة أوكي شوفوا لاحظوا هذا هو الشاشة الماك معروضة في الماكبوك وبس يا شباب إذا أعجوكم المقطع اضغط لاك الفيديو إذا ما قد مش ترفقنا اشترف قنا وفعل زر جلس ادخل وعرف مميزات وفوائد هذا الميزة لمشارك الشاشة العيباد على الماكبوك بس يا شباب مع السلامة اشتركوا في القناة